طيب أوداً تحدثنا عن كيف عندما يدخل تلميذ أمازيغي إلى المدرسة العمومية ويكتشف لغة هل كنت يعني الكل في القرية يتحدث بالأمازيغية وفي البيت أعتقد الأمازيغية كذلك كيف تكتشف هذه اللغة الجديدة وكيف يعني وقع ذلك على دراستك في البداية في السنوات الأولى في السنوات الأولى طبعاً كما نكتشف أي لغة أجنبية بالنسبة إلينا كما يكتشف أي طالب وأي تلميذ الآن يدخل لكي يدرس لغة أجنبية وكان بعض المعلمين من القرية يعني يتكلمون الأمازيغية وكان هناك بعض المعلمين الذين لا يتكلمون الأمازيغية وكان طبعاً في البداية كانت هناك صعوبة في التواصل مع المعلمين الذين لا يعرفون الأمازيغية ولعلي أذكر طرفة ذكرتها في أحد كتبي أن إحدى السيدات الآن سيدة طبعا وجدة في سننا لما دخلت المدرسة كان المعلم لم يكن من القرية من منطقة أخرى ولم يكن يعلم أن القرية تتكلم بالأمازيغية كنا في بداية السنة ومما أذكر أن في الكتاب المدرسي كان هناك صورة لدودة وكان يقول لها إذن هذه دودة وهي تسر وتنطق هذه كتشاوة على اعتبار أنها تعرف أن الدودة هي تكتشاوة بالأمازيغية فوقع هذا الشد والجذب وتعصب تذكر أن المعلم كان قد تعصب بشكل كبير جدا وكثر السياح فجاء أحد زملائه الذين طبعا يتكلمون الأمازيغية ويعرفون من أبناء القرية وفسر له المضعية فأصبحت المسألة فيها أريحية أكثر هذه الصعوبة ربما بالنسبة إلى الأمازيغية تتطور أكثر مثلا تجد صعوبة فيما بعد حتى في الحديث بسلاسة باللغة العربية ربما أنا الآن أتحدث بسلاسة أكثر باعتبارني يعني حتى في الجامعة كنت درست لغة درست اللغة العربية نعم لكن بالنسبة ربما لأي طبعا أنا عندي أستاذية في اللغة العربية في الأسد وطبعا أصدقائي ويعني وأنا أيضا إلى حد الآن أحيانا ألحنوا ككل الناس يعني بشكل وربما أرد بعض اللحنة الذي يقع أحيانا على لساني إلى هذه الخلفية ربما الأمازيغية الأولى موسيقى